شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذا اليوم بعنوان مواقف الأمة تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وقبل أن ندخل في صلب الموجود نقدم مقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي إن إحدى الزيارات التي يزار بها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الزيارة الجامعة هذه الزيارة رواها شيخ المحدثين الشيخ الصدوك رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفقيف وفي كتاب العيون أيضا ورواها شيخ الطائفة في كتابه التهذيب العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه وألف بحار الأنواع يقول إن هذه الزيارة أفضل الزيارات الجامعة ووالد العلامة المجلسي ووالد العلامة المجلسي رحمة الله عليه الشيخ محمد تقي يقول إنها أكمل الزيارات ويقول أنا عندما كنت أتشرف بزيارة العتبات المشرفة لم أكن أزور أهل البيت إلا بهذه الزيارة يعني عندما كان يذهب إلى المدينة المنورة أو إلى النجف أو إلى كربلا أو إلى الكاظمية أو إلى سامراء أو إلى مشهد لم يكن يزور إلا بهذه الزيارة لأن هذه الزيارة تحتوي على مضامين رفيعة شامخة عالية ونحن أيضاً إذا وفقنا لزيارة أهل البيت صلوات الله عليهم من قريب أو بعيد ينبغي علينا أن نزور أهل البيت بهذه الزيارة ونحاول أن نرفع أنفسنا إلى مستواها هذه زيارات أهل البيت لا نقرأها كألفاظ فقط وإنما نحاول أن نرفع أنفسنا إلى مستواها سواه أن نقف عند كل جملة جملة ونلاحظ أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ماذا أرادوا أن يعلمونا بهذه الجملة وبهذه الكلمة هناك شبهة تطرح في هذا المجال وهي أن هذه الزيارة فيها نوع من الغلو في أهل البيت هذه كلمة الغلو الآن كلمة متداولة يقولون هذه العقيدة غلو شيعة أهل البيت يغالون في أهل البيت نحن يجب أن نعرف ما هو معنى الغلو غلو يعني شبه الغلو معناه أن ترفع شخصاً فوق مستواه له رتب معين له درجة معين أنت ترفع فوق مستواه هذا يقال له غلو تنعته بما ليس فيه من صفات الكمال هذا يقال له غلو أما إذا نعت شخصاً بما فيه فهل هذا غلو؟ كلا وإنما هو اعتراف بالحقيقة هل اعتراف بالحقيقة؟ هل اعتراف بالحقيقة؟ كمال؟ وإنكار الواقعية رذيلة ونقصان فإحنا إذا نعتنا أهل البيت بما فيهم هذا لا يعتبر غلواً وإنما يعتبر إذعاناً للواقعية وللحقيقة الآن إذا واحد جاء وقال لكم إن هناك شخصاً يخلق خلق المسيح المسيح ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة من الطين مقدار من الطين ثم كان ينفخ فيه وإذا بهذا الطين الجماد تدرون إلى الآن العلماء ما تمكنوا مع كل التقدم العلمي أن يوجدوا الحياة في حبة حنطة كل هؤلاء العلماء عشرة آلاف عام مرت حبة حنطة لا يمكن أن يوجدوا فيها الحياة سووا هذا الشيخين صنعوا حبة مصطنعة ووفروا لها كل الشرائط اللازمة ووضعوها في التربة ما نبتت هذه الحبة إلى الآن العلم يقف عاجزاً عن سر الحياة المسيح ابن مريم كان يأخذ هذه القبضة من الطين يجعلها كهيئة القفاش ثم ينفخ فيها وإذا بهذه القطعة من الطين تطير في الهواء إذا واحد قل لكم المسيح ابن مريم يخلق قضو غلو قضو غلو هذا إذعان بالواقع القرآن الكريم يقول إن المسيح ابن مريم كان خالقاً أني راجعوا سورة آل عمران أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله طبعاً إحنا ما نعتبر المسيح رباً وإنما هو عبد عبد لله سبحانه ولكن عبد الله تعالى أعطاه قدرة الخالقية فالآن إذا واحد قل لكم المسيح ابن مريم خالق هذا غلو لا، هذا اعتراف بالواقعية هذا إذعان بالواقعية إذا واحد قل لكم المسيح ابن مريم كان يعلم الغيب هذا غلو لا، أنتم ما رفعتوا المسيح فوق مستواه وإنما نعتموه ووصفتموه بما فيه، هذا مغلو القرآن الكريم يقول عن لسان المسيح ابن مريم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم عندما كنتوا تعتون إلى المسيح ابن مريم كان يقول أنت اليوم تغديت بكذا وادخرت في بيتك كذا لأن كانوا يدخرون سابقاً كانوا يدخرون لشهر أو لعام مؤونة عام كانوا يخلوها في مقام هذا مغلو سؤال المسيح ابن مريم أفضل أو خاتم الأنبياء محمد خاتم الأنبياء محمد المسيح كان يعلم الغيب فكيف لا يعلم خاتم الأنبياء الغيب إذا واحد إجي قللكم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يعلم الغيب لا 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 هذا الغلو أين الغلو؟ علي بن أبي طالب نفس رسول الله بآية المباهرة وأنفسنا وأنفسكم أنفسنا يعني منه؟ يعني علي بن أبي طالب فإذا المسيح يعلم الغيب بطريقة أولى النبي يعلم الغيب وإذا النبي يعلم الغيب من هو نفس رسول الله وعين رسول الله بطريقة أولى يعلم الغيب فهذه المضامين التي تحتوي عليها هذه الزيارة الجامعة ليست من الغلو في شيء وإنما هي إذعان بالواقعية واعتراف بالواقعية وفهم للواقعية فهم الواقعية نوع من أنواع الكمان هذه كانت كمقدمة قصيرة في الزيارة الجامعة هناك مقطع يتناول مواقف الأمة تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول فالراغب عنكم مارق هذا الموقف الأول تجاه أهل البيت أجمعين الراغب عنكم مارق موقف الرغبة عن أهل البيت موقف الرغبة عن أهل البيت تعلمون أن كلمة الرغبة أحياناً تعدى بثيء فيه وأحياناً تعدى بكلمة عن إذا قلنا الرغبة في الشيء يعني شنو؟ يعني مال إليه أما إذا قلنا الرغبة عن الشيء يعني أعرض عنه وزهد فيه الموقف الأول الرغبة عن أهل البيت الإعراض عن أهل البيت الزهد في أهل البيت الرغبة كما يبدو قضية قلبية من أين نكتشف وجود هذه الرغبة؟ من مظاهرها؟ هذه الأمة كثير منهم هل رغبوا في أهل البيت؟ أو رغبوا عن أهل البيت؟ وأعرضوا عن أهل البيت؟ وزهدوا في أهل البيت؟ أنا أذكر لكم بعض المظاهر محدث، مشهور، معروف، يعتبر كتابه من أصح الكتب كثير من المسلمين لاحظوا هذه المفارقة يرمي هذا الرجل حتى عن عمران ابن حطان تدرون من هو عمران ابن حطان؟ هو الذي يمدح ابن ملجم أشقى الآخرين، هذا عمران ابن حطان، يمدح ابن ملجم ويقول إن ابن ملجم أوفى البرية عند الله ميزان يقول يا ضربة من تقي ابن ملجم، تحول إلى تقي أشقى الآخرين، تحول إلى تقي في نظر عمران ابن حطان هذا الرجل، هذا المحدث، يروي عن عمران ابن حطان في كتابه ولا يروي حديثاً واحداً عن الإمام الصادق، صلوات الله على الإمام الصادق، الذي يقول فيه مالك، إمام المالكية، ما رأت عين، ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر، أفضل من جعفر ابن محمد، علماً وعملاً وأخلاق ما خطر على قلب بشر، هذا الإمام المالكية، مالك، يقول في الإمام الصادق الإمام الصادق، أستاذ أبو حنيفة، وأستاذ مالك، إمام المالكية، وأستاذ الشاكعي، وأستاذ أحمد بن حنبل، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أستاذ جميع المذاهب الأربعة، له حق على جميع المسلمين الإمام الصادق، الذي يقف علماء الغرب مذهولين أمام عظمته، ويكتبون كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب هذا المحدث لا يروي ولا حديث واحد عن الإمام الصادق، ويروي عن عمران بن حطام هذه هي مورة بأن أهل البيت، أفرض أن الإمام الصادق ما كان إمامه، ولكن ما كان عالم، ما كان محدث الإعراض عن أهل البيت، محاولة تهميش أهل البيت، الآن في الجامعات، في جامعاتكم، في جامعات العالم الإسلامي إذا ما تقبلون أئمة أهل البيت بعنوان أئمة، ولكن على الأقل تقبلونهم كعلماء متفوقين، لماذا لا يدرس فقه أهل البيت؟ ليش في الجامعات ما يدرس فقه علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب، مو إمامكم الرابع؟ إذا ما تعترفون بعلي بن أبي طالب كإمام أول، ما تعترفون بك كإمام رابع؟ لكن تهميش أهل البيت، هذه الأيام ولادة الإمام المجتمع صلوات الله عليه، الإمام المجتمع مو سبق نبيكم وفي الإمام المجتمع، في الراديو، في التلفزيون، في القنوات الفضائية، في الصحف، تهميش كأنه أكو هناك عداء ضد أهل البيت، في الجامعات، في المعاهد، في القنوات إبعادهم عن الحياة بكل طريق هذا مع الأسف، تورط فيه جماعة ممن يدعي الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون القطع، القطع، قطع ما أمر الله به أن يوصل كم هو عظيم عند الله، قطع في الآية، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلِ إلى أن يقول، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَقْطَعُ رَسُولَ اللَّهُ بِقَطْعَ عِتْرَتِهِ وَذُرِّيَّةِ هؤلاء في مقدمة من أمر الله أن يوصل النبي صلى الله عليه وآله ما طلب أجراً على رسالته إلا شيء واحد، المودة في القربة، هذه هي المودة في القربة أنا أذكر لكم مثالاً آخر هذا المثال لا نذكره من علماء وإنما نذكره لكم من علمائهم أكو واحد من علماءهم الكبار يقال له ابن حجر في كتابه سبل السلام المجلد الأول صفحة 193 لاحظوا ماذا يقول هذا العالم؟ يقول بل نقول الصلاة عليه يعني على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تتم ولا يكون العبد ممتسلاً بها الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نحن نريد أن نصلي على النبي، كيف نصلي عليه؟ كل شيء له كيفية، إنت تريد أن تذهب إلى الحج الله تعالى يقول ولله على الناس حج الجلبي، كيف أحج؟ ألا يجب أن أذهب إلى رسول الله وأسأله كيف أحج يا رسول الله؟ الكيفية من أين نتلقاها؟ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيفية الحج، كيفية الصلاة، كيفية العبادة نتلقاها من النبي الله أمرنا أن نصلي على النبي، نذهب إلى رسول الله، نقول له يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ وكيف نمتثل هذا الآمر الإلهي؟ يقول هذا العالم، الصلاة عليه لا تتم، ولا يكون العبد ممتثلاً بها، حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي، الذي فيه ذكر الآل، يعني إذا واحد ما قال وآل محمد، هذا لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه قال له السائل كيف نصلي عليك؟ فأجابه بالكيفية، النبي حدد الكيفية، وقال إنها الصلاة عليه وعلى آله، هذا ليس عالم شعي يقول، هذا عالم من علماءهم، فمن لم يأتي بالآل، فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها، فلا يكون ممتثلاً للآمر، فلا يكون مصلياً عليه، الذين يقولون صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما أطاعوا الله سبحانه وتعالى، ما أطاعوا رسول الله، لأن النبي يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء، صلوا علي وعلى آلي، إذا ذكرتموني، فشفعوا بذكري ذكر الآل، إلى أن قال من يقول ابن حجر، ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي، لماذا يحذفون الآل من الصلاة على النبي؟ لماذا؟ وكنت سئلت عنه قديماً، فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهم رواتها، أنتم رويتم هذه الأحاديث، وكأنهم، لاحظوا هذا التبرير، وكأنهم حذفوها خطأاً، تقيةً، لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، جماعة من بني أمين، معاوية، يزيد، كانوا يكرهون ذكر الآل، كانوا يحاربون آل النبي صلى الله عليه وآله بكل وسيلة، ما يخالف؟ نفرض هذا التبرير كان، أسلافكم حذفوا الآل تقيةً من معاوية وأمثال معاوية، الآن معاوية موجود، يزيد موجود، لماذا الاستمرار على هذا المنهج؟ ثم استمر عليه عمل الناس متابعةً من الآخر للأول، فلا وجهة، هذه مظاهر لهذا المقطع الأول الذي يقول فالراغب عنكم اللي يزهد في أهل البيت، يقول إحنا هي أهل البيت، يقول إحنا نحب أهل البيت، ولكن ماكو مظهر في حياته، أهل البيت ما لهم فضور في حياته، الراغب عنكم مارق، يعني خارج عن الخط الذي خطه خاتم الأنبياء، صلى الله عليه وآله. ننتقل إلى الموقف الثاني، المذكور في المقطع الثالث، والمقصر في حقكم زاهد، الموقف الثاني التقصير في حق أهل البيت، يمكن يكون واحد معتقد بإمامة أهل البيت، ولكنه مقصر في حقه، والمقصر في حقكم زاهد، التقصير إلى مظاهر، وله أشكال، شكل من أشكال الجهل بشخصياته، وبحياتهم الشخصي، أغلب الناس يجهلون أهل، لا يعرفون شيئاً عن حياته، إذا في مجمع من المجامع تسأل، من منكم يعرف حديثاً واحداً عن الإمام الهالي؟ كم واحد يتمكن يقول أنا أعلم؟ الجهل بحياتهم الشخصي، هذا مظهر من مظاهر التقصير، الشكل الثاني، الجهل بمقاماته، ما هي مقامات أهل البيت؟ أهل البيت فقط كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى، أو فوق ذلك، كانوا علماء أو فوق ذلك، كانوا أئمة أو فوق ذلك، الولاية التكوينية لأهل البيت، ماذا تعني؟ الولاية التشريعية لأهل البيت، ماذا تعني؟ الجهل بمقاماته، واحد كان يقول لي، كان يقول، هناك شبهة، تقول أهل البيت، ما عندهم ولاية التكويني، وإنما عباد مقربون يدعون الله، فيستجاب له، فماذا تقول في جواب هذه الشؤون؟ قلت له هذا الكلام ضد القرآن الكريم، القرآن الكريم، هذا المقام مقام، أن يدعو فيستجاب، ولكن أهل البيت لهم فوق ذلك المقام، ولاية التكوينية، يعني ولاية التصرف في هذا الكون، بإذن الله سبحانه وتعالى، المسيح إلى ولاية التكوينية كما ذكرنا لكم، المسيح كان يحيي الموتى بإذن الله، يقف على قابر، ربما مر عليه مئات الأعوام هذا ميت، أو عشرات الأعوام، ما يقول يا الله أحيي هذا الميت، يقول له قم بإذن الله، كيف نحن عندنا ولاية التكوينية في دائرة محدودة؟ أنتو ما عندكم ولاية التكوينية على إيدكم؟ هذه ليست ولاية التكوينية، أنتو الآن الله أعطاكم ولاية التكوينية على إيدكم، على جوارحكم، على أعضائكم، تتمكنوا وتحركون إيدكم؟ الرجل المشلول الله ما إعطى هذه الولاية التكوينية، ما يتمكن يحرك إيد لي، ما يتمكن يحرك رجلي. Henceلون الله تعالى أعطاكم ولاية التكوينية في إطار محدود، على أعضائكم وجوارحكم؟ الله أعطى للمسيح هذه الولاية يقول للمن يتقم فيقوم بإذن الله مو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى وأحيي الموتى في سورة آل عمران لا يقول أدعو الله فيحيي الموتى أحيي الموتى بإذن الله الولاية التكوينية قضية طبيعية لأهل البيت لماذا نستوحش من ذلك؟ لماذا يستوحشون من ذلك؟ الولاية التكوينية في القرآن الكريم مذكور فالقضية قضية ولاية مو قضية دعاء فقط الجاهل بمقاماته النوع الثالث الجاهل بفكره وتراثهم وثقافتهم ومناهجهم في الحياة نهج البلاغة مفخرة لا للشيع وإنما لكل المسلمين عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر دستور لم تصل إليه إلى الآن أرقى الدول في العالم بعض الجهات الدولية قبل فترة أوصت الحكام بأن يتخذوا من عهد الإمام لمالك الأشتر نهجاً في الحق أي حكومة أي حكومة في العالم الآن لم تصل إلى عهد مالك الأشتر أين نحن عن نهج البلاغ؟ كلمات أهل البيت فيها حل المشكلات الفكرية المشكلات العقائدية أو العقدية المشكلات الاجتماعية المشكلات العائلية المشكلات الاقتصادية المشكلات السياسية المشكلات الفكرية صدر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ الآن مئات الملايين من المسلمين متحيرون في قضية التوحيد والعادي الآن ماكو مجال لأن أشهر سطر واحد في نهج البلاغة يحل هذه المشكلة ألطف تعريف للتوحيد والعادي أو من ألطف التعريفات للتوحيد والعادي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في سطر واحد في نهج البلاغة شوفوا مدى عمق ولطافة هذه الكلمة في التوحيد والعادي يقول التوحيد العدل ألا تتهمه سطر واحد لكن تحته بحر من العلم والمهن كلمات أهل البيت فيها حل مشكلات الحياة الفكري الثقافي السياسي الاجتماعي ينبغي أن نحفظ هذه الكلمة شرف الدين في كتاب المراجعات راجعوا رحمة الله عليه يقول وكان أهل البيت يلزمون أولادهم الأطفال الصغار نحن كاركين أطفال سابقاً إحدى الأشياء التي كانت متداولة الآضاء كانوا يهتمون بها الأمهات كل ما يهتممنا بها تحفيظ الأطفال نظام المحفوظات نظام مهم يقول شرف الدين وكان أئمة أهل البيت يلزمون أولادهم أو نحو هذه العبارة على حفظ الخطبة الفدكية لسيدة نساء العالمين الصديق الكبرى فاطمة صلوات الله عليه كما يلزمونهم بحفظ القرآن الكريم أطفال أهل البيت كانوا يحفظون الخطبة الفدكية الآن كم واحد مننا يحفظ الخطبة الفدكية؟ ينبغي أن نشعر هذا ليس فقط إلى آثار بالآخر إلى آثار بالدنيا أيضا إلى آثار بالدنيا العب يجب أن يحتمل بهذه الأشياء بالحلم بالتشويق بالرعاية ليش هذه الفاصلة بين الآباء والأبناء؟ الأب في وادي والأبناء في وادي ماكو علاقة بين الآباء والأبناء هذا امتدادك بقاؤك بهذا الولد هذا أيضا نوع من التقصير الجهد بتقافة أهل البيت بأفكار أهل البيت بأحديث أهل البيت بمناهج أهل البيت في الحياة وأخيراً وأخيراً التقصير في الدفاع عن قضايا أهل البيت أبو ذر مات جوعاً في سبيل علي بن أبي طال وفي سبيل الولاد كلمة الموت جوعاً لا ندري ما معناه من التمكن ندرك أبو أبو ذر هجر إلى لبناء إلى أرض الشامات غريب شريب طريق لماذا دفاعاً عن قضايا أهل البيت راح هناك لا يملك شيئاً كثير من أحد نقول ما عدنا ما نتمكن ما عدنا قد أبو ذر كل شيء ما عنده لا يعرفه أحد راح إلى لبناء راح إلى أرض الشامات أحد المحققين كان يقول عشرين بالمئة من علماء الشيعة من جبل عامل عشرين بالمئة على مر التاريخ تقريباً كلهم مدينون بالفضل لذلك الرجل الغريب المطار أبو ذر أبو ذر كبير يا أبو ذر إنك غضبت لله فارج من غضبت له إن القوم خافوك على دنيا وخفتهم على دينك وأخيراً وأخيراً ما تجوعاً في صحراء الرماء هذه الأمانة التي وصلت إلىنا ما وصلت إلينا بسهولة جهود جهود الآن دعنا عن ترحيات أئمة أهل البيت دعنا عن ترحيات الإمام الحسن والإمام الحسين وبقية الأهل هذه الأمانة ما وصلت إلينا بسهولة تضحيات آلام مشار أذكر لكم بإيجاز صور مختصرة متنوعة على نقو الإشارة العابر نقل لي أحد العلماء في قوم قال نقل لي الشيخ علي الدواني توفي قبل فترة قصيرة قال ذهبت لزيارة العلامة الأمين رحمة الله عليه مؤلف الغديد في المستشفى في طهران مريض كان أنهكه المرض دع الشهر يمكن كان بالمستشفى يقول المؤمنين يدفعه إلى نحن نشوف الغديد لكن وراء كل كلمة من الغديد معاناة يقول طلعت من المستشفى وذهبت ونقل لي بعد ذلك أن العلامة الأميني مات في ذلك اليوم كأنه الله كان من طيل عمور حتى يكمل الغدي أنهى ومات في اليوم لا صورة ثانية بنحو آخر بشكل آخر عندنا واحد من علمائنا الكبار يقال له العياشي تفسير العياشي معروف هذا العياشي ما كان من الموالين لأهل البيت كان بعيداً عن أهل البيت وإلى كتب عندما كان في الخط الآخر ثم بعد ذلك اهتدى إلى خط أهل البيت ورث سروة من أبيه مقدارها ثلاثمائة ألف دينام ذهب يعني ثلاثمائة ألف مثقال ذهب فصرف الجميع هذه الثروة في سبيل أهل البيت وفي سبيل ترويج علومه وآثاره هذا بشكل ثاني شكل ثالث ونختم به كان هناك عالماء كان يحكم الهن حاكم متعصر ضد أهل فكر هذان العالمان كيف يغيران بلاده في تفصيل راحب راحب وأصبح معلمين لولد الحاكم المتعصر طبعاً هذا الولد كان ولي للعام الملك فهم في أخريات أيام حياته أن هذا موالي لأهل البيت فغضب عليه وخلعه من ولاية العام وأبعده إلى قلعة وسجنه هناك وجعل ولده الثاني ولياً للعام قبل موت بقليل فهم أن الثاني أيضاً موالي لأهل البيت قبل أن يتمكن من خلعه مات فذهب الناس إلى الولد الأكبر وأخرجوه من القلعة وجعلوه حاكماً على الهن ورفعت في الهن قبل خمسمائة عام تقريباً بعد الشهادة الأولى والثانية رفعت شهادته أشهد أن علي ولي الله ما هو الثمن الذي دفعه هذان العالمان الحاكم الأول عندما عرف بذلك أخذهما فوراً وأعدمهما قتلهما الراغب عنكم مارق هذا الموقف الأول المقصر في حقكم زاهق مضمحل هذا الموقف الثاني الموقف الثالث واللازم لكم لاحق بعض الآيليين يعني لاحق بكم في الدنيا والآخرة يكون مع أهل البيت في الدنيا ويكون مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم في الآخرة أيها واللازم لكم معه لاحق نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفق روزك والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر